ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نقل ترجمة نانسي قنقر عندي طريفة الجاج عندي التون عندي زبدة عندي ملح وفلفل السود وعندي البطاطا هنا لحسب أفراد العائلة البطاطا هدينا نقليها وضخين حطها في الأصص الكوشة ساعدة جاسبق لي بسخينة بسم الله ناكان عندي شوية روز دع القيلرة هو ما زال بسم الله نحط البصل ونطومه وشدرتون لعشاء شاركوني خليولي في كمانتا فطعفن وشدرتون وشطيبتون نحط التون فطعفن نحط قليل من الملح وقليل من الفلفل السود خلطهم وبعد نجيب قطع الدجاج أنا كانت عندي هنا سدر نحطها فوق البصل ونحط لها قطع الزبدة نحط فوق البصل بشي يعطيني تحميره ليتحب ليدها متكتر ليما تحبش ما تكتر نكتفينا بهذا القدر ونحطها الطيب نحطها في الكوشة شعلت عليها من تحت درجة الحرارة كيفية الوفوغ تحها شعلت عليها من تحت نحطها يتقل للي البصل هذي كراميلي زمليح والجاج يدخل الطياب نزيد لها كاسة الماء سخون بعتليلي للعصص وبعد نشوف نقل للي البطاطة نقل للي البصل سوف نتقل لها نضيف نضيف قليلا ونضيف الماء لما يكون سخون نقل للي البطاطة ونضيف ها في العصص نحن سوف نتقل لها البيان ونضيف تقريبا كاسة الماء لنعطيني سلصة وتكون خاطرة كاسة لكاسة وربع ونعاوض نضيف ونصفيها ونقل للي البطاطة ونضيف حبيباتي سوف نقل للي البطاطة بتاعي ونضيف لون ذهبي ونضيف ونضيف للكوشة ونضيف تحميرها للجاج من فوق وهي تشرب للي البطاطة ونقل لكم سوف ترونها في صحن تقديم ترجمة نانسي قنقر